اشتركوا في القناة ويقول لهذا الثعلب هأني أخرج الشياطين وأتم الشفاءات اليوم وغدا وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء ولكن لا بد أن أواصل مسيرتي اليوم وغدا وبعد غد لأنه لا ينبغي أن يهلك نبي في خارج أرشليم 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 يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في راخها تحت جناحيها ولم تريد هو ذا بيتكم يترك لكم وأقول لكم لن تروني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب حقا والأمان لجميعكم من كافي أخوتي الأحبة مشوارنا مع التأمولات بينبوع الحياة بالأسبوع الثالث عشر من زمن العنصرة يوم الاثنين رينا النص من إنجيل ديسلوقة الفصل 13 الآية 31 للآية 35 بهالإنجيل هيدا منلاحظ بالأول أن الفرسيين يلي هني لاحظنا وتنقرأ الأنجيل أنه كانوا حقدين على الرب يسوع إجوا لعنده وعن بينبهو أنه يفل من المنطقة لأنه هيرودوس بده يقتله يا هل ترى السؤال يلي نسأله يا هل ترى الفرسيين كانوا خايفين على يسوع أو خايفين من يسوع من خلال تأملنا بكل نشاطاتهم ضد يسوع ما كانوا خايفين عليه لأنه هني الأشخاص الأول يلي كانوا بديوا تخلصوا منه فكانوا خايفين منه وعن بحاولوا يبعدوا عنهم فخوفوا بهيرودوس هيك بركته بفل وبيريح لهم راسهم شوي لأنه كلمته تقيلة على ضمائرهم هيدا نوع من الخبثة الثانية اللي كانوا يعيشوها الفرسيين وبعد العالم بعدها بتعيشها تتحاول من خوفها من كلمة الله تخوفنا من الله تنكون عم نسكت وما نبشر بكلمة الله بينما الرب يصوك واضح قولوا لها الفعلة وبالأحرى يمكن مش بس هيرودوس قصده قصده كمان الفرسيين بها الخبثة اللي عم بعيشوها عم بيقول لهم أنا نكمل مسيرتي اليوم وغد وبعد غد نقطة تانية لوقتي يسوع يستعمل ولكن لابد أن أواصل مسيرتي هيدا الفعل اللي يستعمل لابد أن أواصل بالدل على ضرورة مسيرة يسوع على ضرورة رسالته فهيدا المشروع هو مشروع إلهي مشروع إلهي إجا يسوع يتممه على الأرض وشو هو هالمشروع؟ أنه يضم أولاده كما تضم الدجاجة في راخها تحت جناحيها وشو حلو هالمشهد؟ هيدا هو مشروع الله يضمنا كل لياتنا تحت جناحي رحمته هيدا هو مشروع الخلاص أنه يخلص الكل من خلال جناحي الصليب هيدا هو مشروع الله لألنا بتذكر وقتا كنت صغير كنا بالضيعة كان عنا جيجي وجيج ففيه كان إرقى يهلي الجيجي اللي بيكون عندها البيض رح يفقص ويعطي سيصان وفقصه وصار في عنا سيصان كنت أنا صغير وحيب قلقت واحد من هالسيصان فمدت إيدي عم بلقى السوس والجيجي كانت بعيدة ما كنت شايفها فجأة بتظهر وبتنقرني بإيدي تمدق بهالسوس هيدا تمدق بهالفراخ طبعه لا وبتجمعهم كلياتهم كلياتهم بيلحقوها وبتحميهم هيدا المشهد ما بنسيه وقتك عطول اقرأ وريدوا أن أجمع أولادك كما تجمعوا الدجاجة في راخها تحت جناحيها إذاش اليوم هالأمبي هالروح هيدا عم بتدافع عن أولادها هيك الله بيدافع عنها هيك الله بده يحمينا من الشر بيخبينا حاولوا هو بيتحمل الدربات ما هو ما تجي الدربات علينا نحنا وهيدا اللي عملوا بيموتوا على الصليب حمل أوجعنا حمل هو مصيبتنا تيكون عم بيحمينا بجناحي الصليب ولكن قدم هالمشروع إلهي شو هو المشروع الإنساني أو شو هو الجواب الإنساني بيقول المسيح ولم تريده هيدا هو كل الخبرية أنه الله بده خلاصنا ونحنا منرفض ولم تريده هيدا عائق إنساني بعد عم نعاني فيه للمجتمعنا اليوم قداش فيه ناس عم ترفض الله عم ترفض مشروع الخلاص وعم بتقول لا ولكن هالمشروع مكمل ما قال رح يوقف رح يكمل رح يضل مكمل ولكن لن تروني رح يعيش الإنسان من دون الله من دون المسيح من دون هالنعمة هاي ليجي يوم بتقوله مبارك ونلقاتي باسم الرب وتيتكامل مشروع الله مع مشروع الإنسان ويلتقي ما بعض ونصف كل آياتنا مبارك ونلقاتي باسم الرب نعترف بقوله هيط الرب يسوع بحياتنا ساعتها نرى الرب يسوع بحياتنا ساعتها بتحل النعمة ساعتها المشروع بيكتمل ونكون محميين بمشروع الخلاص المشروع الإلهي إلنا هذه دعوتنا من خلال إنجيل اليوم من خلال إنجيل اليوم ظلنا مبشر بكلمة الله ما نخاف من ولا شي نظلنا مكملين لأن المسيرة لابد أن تواصل وهيك ساعاتها من نكون عم نجمع أكتر أشخاص تحت جناحي الرب يسوع و الله معنا اشتركوا في القناة